اهلا بكل حضراتكم وهذه التغطية العاجلة واللي هنتكلم فيها عن خبر عاجل يخص مرفأ بيروت وهو ما اكدته بعض الوكلات ووسائل الالام عن اندلاع حريق في مرفأ بيروت مصادر امنية في لبنان اكدت ان الحريق اندلع في ارض خالية داخل حرم المرفأ دون وقوع اصابات واكدت وجود او فتح تحقيقات بالفعل للكشف عن اسباب هذا الحريق طبعا فرق الدفاع المدني بعد اندلاء الحريق بتعمل على اطفاء الحريق لكن طبعا حتى الان غير معلوم اسباب الحريق طبعا يعني كلنا فاكرين اللي تعرض لي مرفأ بيروت والاحياء المحيطة يوم 4 اغسطس 2020 واللي تعرض لاضرار هائلة جدا بسبب الانفجار الضخم اللي حصل نتيجة اندلاع حريق في احد المسودعات بمرفأ بيروت واللي بيعاني من تبعاته لبنان حتى هذا اليوم على جانب اخر وخبر هام ايضا اكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون احباط اكبر عملية تهريب مخدر الحشيش بوزن 4 اطنان كان سيتم تهريبها عبر مرفأ صيد القديم الى الاسكندرية مهنئا بهذا الانجاز العظيم الذي حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية ومخابرات الجيش والامن العام وفق بيان صادر عن قصر الرئاسة في بعضه ايضا كان الرئيس عون تابع مصار ضبط عملية التهريب هذه من خلال التقارير التي وردت اليه مشددا على ان التعاون والتنصيق بين مختلف الاجهزة الامنية الذي طالما دعا الى قيامهما يحققان مثل هذه النتائج التي تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب على انواعه واحباط كل المحاولات التي تسيء الى سمعة لبنان والى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة خلينا نتكلم اكتر مع حضرتكم عن التفاصيل التفاصيل بتقول ايه؟ التفاصيل بتقول ان السلطات اللبنانية احبطت محاولة جديدة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات الى الخارج وبحسب الوكالة الوطنية للانباء تمكن مكتب مكافحة المخدرات في جنوب لبنان من ضبط كميات كبيرة من الحشيش في صناديق حديدية علمت شاحنتين معدتين للنقل الخارجي محملتين بخردة الحديد خلينا اقول لحضرتكم انها كانت او كانت متوقفتين في شارع فرعي في مدينة صيدر وعملت قوة من مكتب مكافحة المخدرات على افراغ همولتين الشاحنتين وتفتيشهما بشكل دقيق لكشف ما اذا كان هناك المزيد من المخدرات المهربة ام لا وقد تم ضبط 32 برميلا بداخلها كميات كبيرة من الحشيش ايضا كانت الشاحنتين في طريقهما الى مرفأ صيدة وتم ركنهما في شارع فرعي وفر صائقهما الى جهة مجهولة وذكرت وسائل الاعلام ان اطنان المخدرات كانت ضمن اكوام من الخردة تم شحنها برا من البقاع الى صيدة لتحميلها على متن باخرة تجارية متوجهة الى مصر من جهتها ذكرت عدة مصادر صحفية ان كمية المضبوطات بلغت اربعة اطنان من معجون الحشيش المخدر كانت معدة لتهريبها الى ميناء الاسكندرية عبر احدى البواخر التجارية وتعليقا على عملية الاحباط الاخيرة قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي الاجراءات ستستكمل من اجل ضبط كافة شبكات التهريب وليس فقط تهريب المخدرات وايضا خلييني اقول لحضراتكم انه لفت فهمي الا ان لبنان بحاجة لمعدات حديثة خلييني اعيد على حضراتكم مرة اخرى هذا البيان الهام والعاجل هذا البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية قالت فيه مصادر النية اللبنانية ان الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت ان هذا الحريق اندلع داخل حرام المرفأ دون وقوع اي اصابات واكدت وجود او فتح تحقيقات بالفعل للكشف عن اسباب هذا الحريق طبعا فرق الدفاع المدني بعد اندلاء الحريق بتعمل على اطفاء الحريق لكن طبعا حتى الان غير معلوم اسباب الحريق طبعا كلنا فاكرين اللي اتعرض لي مرفأ بيروت والاحياء المحيطة يوم 4 اغسطس 2020 واللي اتعرض لي اضرار هائلة نتيجة اندلع حريق في احد المستودعات بمرفأ بيروت واللي بيعاني من تبعاته لبنان حتى هذا اليوم دي كانت توطيطنا العاجلة شكرا لحضراتكم على المتابعة وانتظرونا في تقطيات جديدة ومتنوعة على مدار اليوم من تلفزيون اليوم السابق الى اللقاء اشتركوا في القناة